النبي عليه الصلاة والسلام حث على يعني ورغب في صلاة الضحى وبيّن بأن صلاة الضحى فيها من الأجر ما يجزي عن كثير من الأعمال كما في حديث السلامة يصبح على سلامة كل أحد منكم صدقة أو على كل أحد من الصدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر من المعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وأن تحمل الرجل على دابته فتعينه عليه صدقة وإلى ثم قال وأن تصلح بين اثنين صدقة قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى من الضحى يعني الشخص إذا صلى ركعته الضحى أجزأه كأنه سبح وحمد الله وكبر وهلل وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وأصلح بين اثنين وأعاني الآخرين شال متاعهم على الدابة مثلاً أو على السيارة هذه أجزاء ركعتين من الضحى